اشتركوا في القناة والعنصر النسائي يحصلوا على الدبلوم المهني في الأمن البحري طبعاً أنا مسكت رئاسة قسم الإنقاذ البحري بترشيح من مدير المركز في حينه والله لحمتها بناء على الخبرات العلمية والعملية التي اكتسبتها العلمية من خلال دخولي لدبلوم الأمن البحري واجتياز الدورة وأيضاً بالنسبة للخبرات العملية دخولي دورة قيادة الزوارق البحرية فمن ضمن البرنامج والتدريب المعد لفريق الزوارق البحري دورة الإنقاذ ودورة الغوص الرائد اعتجى الظاهر التحقت بدورة قيادة الزوارق البحرية واستطاعت أن تعمل في قسم الإنقاذ البحري الذي يعد من أهم الأقسام التي تسهم في إنقاذ حياة الناس ومساعدتهم إذا ما تعرضوا لأي طارئ في البحر حكومتنا الرشيدة شجعت العناصر النسائية أنهم يدخلون ميادين مختلفة إن كانت إدارية أو ميدانية وكذلك شرطة دبي ولله الحمد هدفها تحقيق سياسة التوازن بين الجنسين وإحنا في شرطة دبي ولله الحمد كانت لنا الفرصة أن نبرز دور العناصر وأنا شجع خواتي في شرطة دبي أنهم يستغلون الفرصة ويخوضون مثل هذه التجارب تعد مهمة ضابط القوة إحدى أهم العمليات الأمنية وتتمثل في إشراف ضابط القوة على سير الحالة الأمنية في الإمارة والإشراف على غرفة القيادة والسيطرة ومتابعة البلاغات والحالات الطارئة وسير عمل الدوريات المرورية والأمنية المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وتمييزها في جميع المجالات ومن ضمنها المجالات التخصصية نتيجة لما اكتسبته من تدريب وخبرة مثبتة بأن المرأة الإماراتية تستطيع الخوض في جميع المجالات لمركز أخبار قنوات أبوظبي ناصر الرميثي دبي